موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من عالم رياضة الذي يأتيكم في كل يوم جمعة ساعة تاسع على الهواء مباشرة عبر قناتكم الأردن اليوم وقبل صافرة البداية والانطلاق في هذا البرنامج نستعرض وإياكم أبرز العنوين والمحاور لهذه الحلقة موسيقى الجزيرة يقدم نجومه للموسم القادم معلنا التحدي موسيقى الإعلام الرياضي قبل النهاية نظرة متفائلين وحسابات شخصية تثير الجدل موسيقى النادي العريق الأرثدوكسي ختاما مع كتاب من الزمن الرياضي الجميل موسيقى نشام منتخب السلة عيون على آسيا وإنهاء الخلاف المادي معك موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عالم الرياضة والتي ننطلق بها سوية برفقة رئيس نادي الجزيرة محمد المحارمى بداية مساء الخير حمد مساء اللور الله يعطيك العافية الله يعافيك حياكم الله إذن مشاهدين الكرام قبل البداية في هذا البرنامج منذ الأربعينيات إلى الآن وهو أجمل الحكايات في طياته العديد من الذكريات إلى هذا اليوم غاب عن منصات التتويج إلى أن مطاردة الحلم والعودة القوية مستمرة والعمل الآن جاري بهمة شباب وخبرة وعراقة الماضي لنادي الجزيرة العريق الشياطين الحمر الذي يحاول العودة مجدداً لمنصات التتويج المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميل ياسر الشوبكي قدم وصيف بطولتي دور المناصير وكأس الأردن الموسم المنصرم فريق الجزيرة جهازه الفني بقيادة الكابتن السوري نزار محروس واللاعبين الذين تم استقطابهم بالإضافة لمن تجددت حقودهم مع الفريق في مؤتمر صحفي أقيم ليلة السبت محمد المحاربة رئيس النادي والذي رحب بالحضور في بداية المؤتمر تحدث عن أغلب استقطابات الفريق الموسم المقبل تجديد الثقة بالمدرب السوري نزار محروس كمدير فني للفريق جاء لما قدمه محروس من مستوى متميز مع الفريق الموسم الماضي حيث كان قاب قوسين أو أدنى من بطولتي الدور والكأس لكن برجع بقول في الكرة الأردنية اليوم نشوف منافسة شرسة وقوية من معظم الفرق الدوري الأردني بصراحة الدوري على المستوى المحلي قوي المستوى الخارجي ممكن يكون أقل من متوسط هذا وتم تقديم صفقات الجزيرة التي تمثلت بكل من اللاعبين مهند خير الله وعامر أبو هضيب وزيد جابر ومحمد طنوس عبدالله العطار وأحمد سمير أكيد يعني أنا رجعت لنادي الجزيرة لحظت البطولات إن شاء الله السنهاي ونادي الجزيرة نتعارف نادي عريق ونادي وبيتي القديم والجديد بإذن الله إن شاء الله نقدر على حظت هذه البطولات وأكيد يعني إحنا واللاعبين الجهاز الفني تعاهدنا اليوم أنه نبلش من أول نوسم إن شاء الله بهمة عالية بالإضافة لاستقطاب المهاجم السوري الشاب شاد الحموي وأحمد العيساوي وبرهيم جوابرة وحارس مرمى الرمث الأسبق أبدالله الزعبي والتجديد مع نجم خط الوسط عصام بيضين نادي الجزيرة نادي كبير أي لعب يتمنى أن يكون بهيك فريق بهيك صفوف بهيك الفريق فأنا بتمنى إن شاء الله أنه توفي معه إن شاء الله طموحي كبير لهيك أنا اخترت نادي الجزيرة هذا وتحدث المحارمة في معرض رده على استفسارات الإعلاميين المتواجدين في المؤتمر الصحفي عن طي صفحة تعليق المشاركة في البطولات القادمة وذلك بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية التي أفقدت النادي البطولات على حد تعبير إدارة الجزيرة وتابع المحارمة أن الفريق سيمضي نحو تطوير كرة القدم المحلية بقيادة سمول أمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ومؤكدا أن الجزيرة سينافس على جميع البطولات حيث أنها لم تصنع خصيصا لأحد وهو مطلب شرعي لجميع الأندية الأردنية إذن مشاهدين أحياكم الله من جديد وننطلق وإياكم للحديث برفقة رئيس نادي الجزيرة سيد محمد المحارمة بخصوص الجزيرة والتعاقدات ولكن بعد الترحيب مرة أخرى أستاذ محمد أبدأ من حيث انتهى التقرير وانتهى الزميل ياسر الشوبكي والحديث عن العدول والعودة إلى النشاط الرياضي الكروي للجزيرة ما الذي حصل بعد أن كنتم قد أعلنتم توقف النشاط الرياضي نعم أعلننا التجميد لكن زي ما حكينا بالمؤتمر نحن تم التواصل مع الاتحاد الأردن كرة القدم ونحن كنادي الجزيرة طول عمرنا عنصر بناء وعنصر مساعد في تطوير كرة القدم الأردنية فكان الهدف أن نكمل مسيرة البناء وإكراما لسيدي سمول أمير علي بن حسين حفظه الله ورعاه أن نكمل مسيرة البناء ونتقدم بكرة القدم الأردنية على المستوى المحلي والمستوى الدولي كما تعرف حين هذه الجزيرة يضم من النجوم ما يقارب 14 لاعب في المنتخبات الوطنية وما يزيد عن 14 لاعب فكان الذي هو أن نمشي مع المصلحة العامة ونكون عنصر بناء كما حكيت والحمد لله رب العالمين تم العدول عن القرار والاستمرار وصال صوتنا للجهات المسؤولة ولسيدي سمول أمير علي بن الحسين لإطلاعي على الظلم الذي تعرضنا له في الموسم الماضي والحمد لله رب العالمين الآن الأمور تجري في المسلك الصحيح والشكل الجيد هذا قرار وشيء مبشر بالخير بإذن الله وخاصة بأن الجزيرة أنهى موسم حافل ومميز أيضا ولكن شاءت الأقدار هناك بعض الأخطاء التحكمية هناك بعض الأمور الجانبية ربما الحالة النفسية لللاعبين وعدم الوصول إلى المبتغى والوقوف والتواجد على منصات التتويج ولكن الفريق الحالي والاستقطابات الجديدة عودة أحمد سمير ووجود أحمد العساوي وشادي الحموي وعصام بيضين كل هذه التعاقدات التي رأيناها كابتن محمد في المؤتمر الصحفي ربما تضع على إدارة الجزيرة ثقل زائد هذا الموسم ما هو المطلوب من الجزيرة الموسم القادم صديق أول شيء ككرة قدم الأساس هو المحافظة على الفريق اللي لعب الموسم الماضي واللي أبدع وأنجز وأشاد فيه الجميع والحمد لله قدرنا نحافظ على جميع اللاعبين المحليين باسم الكابتن صارح الجوهري بعد هيك انتقلنا للتعاقد مع لاعبين بحاجة لهم في المراكز حسب الدراسة التي تمت مع الكابتن نزار محروس فتم التعاقد مع اللاعبين الذين ذكرت أسماءهم لتعزيز الفريق ونحن السنة هاي راح نقاتل على خمس جبهات فلازم يكون أقل تقدير عندنا وعشرين لاعب جاهزين بمستوى عالي فزي ما شفت بالمؤتمر أعلننا عن اللاعبين المحليين ومنهم لاعب محترف إن شاء الله وللمستقبل وللحاضر الكابتن شادي وباقي عنا اثنين محترفين نحن في صدد الدراسة ومش مستعجلين نهائيا المطلوب زي ما تفضلت إنه إحنا الموسم اللي فات كنا قابقوا سين أو أدنى يعني من الحصول على اللقب المطلوب إن شاء الله سنهاي من إنه إن شاء الله غير نكون على منصات التتويج وإكمال المشوار السابق وإكمال المشوار السابق سواء محليا أو في البطولة الأسوية الأسوية نتحدث الآن عن المشاركة الأسوية كيف ينظر تنظر إدارة الجزيرة لهذا الاستحقاق بوجود مدير فني سوري صاحب باع طويل وأيضا أعطى الجزيرة رونقا خاصا بالإضافة إلى الهالة المميزة التي يتمتع بها جزيرة من خبرة وعراق وعراقة نتحدث عن مشاركة أسوية بوجود الباشا كما تحب أن تلقبه الكابتن نزار محوز صديقي زي ما ذكرت لك النادي الجزيرة يضم فريق الأول تقريبا عندنا تقريبا ما يقارب تسعة وعشر لاعبين مع الكابتن محمد طنوسي اللي أنا أحكي أنه كان لازم متواجد في المنتخب الوطني فعندنا اللاعبين الخبرة واللي قادرين ومثلوا النادي الجزيرة بالمشاركة الأسوية والكابتن نزار محروس ليعطيه العافية اللي أنا ملقبه بالباشا هو عنده من الخبرة والدراية ما يكفي لمثل هذه البطولة وهو قد حازع على لقبها من قبل فإن شاء الله جميع التطلعات والدراسات أننا نكون برضو على منصات التتويج في هذه البطولة ونقدم كرة قدم بتليغ بكرة القدم الأردنية وإن شاء الله أنه راح نكون رقم صعب إن شاء الله بالتوفيق دعما للجزيرة ولكن كابتن محمد نتحدث عن ربما الموسم الماضي إذا عدنا وخرجنا من ملف التعاقدات هناك مشوار طويل داخليا وخارجيا أو سويا تلمحات عن التعاقدات الجديدة ربما هناك أيضا العناصر الشابة يركز عليها الجزيرة الجزيرة ربما كان هناك تعاقد مع إحدى لاعبين منتخب الأولمبي أيضا ماذا عن هذا اللعب؟ صديقي نحن بالنادي أنا وأخواني أعظام مجلس الإدارة ومدير الفريق الكابتن عمر عدس دائما نشتغل على بطريقة أنه نشتغل على الفريق الحالي ونشتغل لتدعيم الفريق للمستقبل فالحمد لله لنا من اللاعبين خمس لاعبين في منتخب الشباب وثلاثة أساسيين في المنتخب الأولمبي والسنة ها يقدرنا أنه نحن نشرك الكابتن نور روابدة والكابتن يزان أبو عرب بالفريق الأول اللي نحكي الموسم الماضي وكانوا مميزين ونجوم والحمد لله قدرنا أن نستقطب أحد نجوم المنتخب الأولمبي لكن الصفقة في نهاياتها وفي اللمسات الأخيرة فلسا ننجز المهمة إن شاء الله سنعمل تقديم لهذا اللعب مع المحترفين إن شاء الله إن شاء الله نعودنا إلى ذاكرة الموسم الجميل الموسم الماضي بالرغم من مرارته ولكن ما هي أجمل اللحظات لمحمد يحيى كجزيرة الآن في الموسم الماضي ما هي أجمل اللحظات التي كنت بها في الموسم الماضي بالرغم من يعني عدم اكتمال الفرحة صديقي أنا أأمن دائما أنه التاريخ لا يعترف إلا بالبطل ولا يعترف إلا بالرقم واحد لذلك نحن دائما نظرتنا للرقم واحد وأجمل اللحظات للموسم القادم لحظات كلها كانت جميلة من فضل الله تصدرنا الدوري لمرحلة لما يزيد عن 18 مرحلة نادي الجزيرة لفت الأنظار سواء فنيا وأخلاقيا واللعب النظيف والله قدرنا كمحمد محار ما كتجربة شبابية أردنية أنه نقدر نوصل صوتنا أنه الشباب الأردني موجود والشباب الأردني قادر على المنافسة على جميع الجبهات فكان موسم الماضي جميل بكل ما يحمل الكلمة من معنا تمام عودة أحمد سمير إلى بيته بيت الجزيرة الذي كان قائدا للفريق قبل الانتقال إلى فريق الرمثة من ثم أغادر لأسباب وظروف الاحتراف ونعلم جميعا وجميع يشجع أن ينتقل اللاعب ما بين الأندية لتخفيف حدة التوتر ما بين الأندية وخاصة أندية المقدمة عودة أحمد سمير الآن أصبحت عودة غنية وهو قائد ويعني لاعب قيادة في الملعب وفي التمارين أيضا صديق سمحلي بالبداية أحكي لك أنه الحمد لله قدرنا نحافظ على لاعبينا اللي كانوا مطلب لأندية المقدمة بالأردن وكان نحكي السباق عليهم والمنافسة شديدة لكن هم مفضلوا ناديهم الأم وهذا نقطة تسجل إلينا كإدارة نادي الجزيرة أنه قدرنا نحافظ على أبناء النادي وستقطبنا بين الذهاب ولياب الكابتن زيد جابر اللي هو أصلا ابن نادي الجزيرة لعب بالفئات بالنسبة للكابتن أحمد سمير ما شاء الله عليه لاعب مميز فنيا أخلاقيا لاعب يمتاز بصفة القيادة وهو بصراحة ما كان ينقصنا في الموسم الماضي الماضي صحيح وأنا دائما بحكيها لو كان أحمد سمير معنا لكن الموسم الماضي انتهت الأمور مبكرا تبعى رسله تحية إلولى جميع زملاء اللاعبين في نادي الجزيرة تمام لو تحدثنا بشكل يعني ربما وضوح وصراحة أكثر من المؤتمرات ومن الصحافة الورقية خلينا نتحدث عن ماذا حصل بصفقة صالح الجوهري غادر برضا ورضا الجزيرة الجزيرة لم يخصب أحد للقدوم ولا يجبر أحد لعدم المغادرة صالح الجوهري من الجزيرة إلى الوحدات صديق أنت زي ما بتعرف نحن في زمن الاحتراف وزمن الاحتراف في ميزانية محددة للنادي يجب أن يتمسك بها ويجب أنه دائما زي ما بحكي أنا بالعامية نكون نحن واقفين على الأرض صحي فبيكون عندك ميزانية محددة للعمل للعمل خلالها الكابتن صالح جلسنا إحنا وإياه كإدارة وجلستنا وإياه في جلسة ناقشنا ببعض الأمور فضل هو أنه يجرب الموسم هذا يطلع ويجرب مع نادي آخر وانتقل لنادي الوحدات أشقاءنا نادي الوحدات اللي برسلهم كل التحية والتقدير وتمنى لهم التوفيق دائما وتربطنا في الكابتن صالح الجوهري كل المحبة والتقدير وتمنى له التوفيق مع نادي الجديد لأنه خدم نادي الجزيرة وكان من العناصر الأساسية والمهمة في نادي الجزيرة لكن أجمل ما في الاحتراف أنه اللاعب بقدر ينتقل للنادي اللي يريد إياه كذلك النادي بقدر ينوع ويشوف فكان القرار أن الكابتن صالح أنه يغادر النادي من الطرفين يعني كان بالرضا والتراضي وما في بيننا إلا كل خير ومحبة ويرسله كل تحية من هذا المنبر تمام أحمد سمير غادر وعاد إن كانت هناك بعد هذا المرحلة لصالح الجوهري وهو من أحد النجوم الذين ترعرعوا ونشأوا في نادي الجزيرة هل مرحب بعودة صالح الجوهري إلى الجزيرة مرسم صديقي هذا الجزيرة هو بيت كابتن صالح الجوهري فما منقدر إحنا الواحد لما يرجع بيته وما أحد يقدر إلا يكون صدر الدار زي ما يحكوها بالعامية 100% طيب أبو اللحية نتحدث أيضا عن نقطة مهمة جدا يعني ربما أصبحت مزودات كثيرة بارتفاع أسعار أسعار اللاعبين والعقود يعني بالرغم من ارتفاع الحرارة والأجواء ودرجات الحرارة في الأردن إلا أنه أيضا شهدنا بعض ارتفاعات مبالغ بها لبعض اللاعبين ما احترامنا لقيمة اللاعب الأردني إلا أنه محليا مبالغ بها هل ابتعدت جزيرة أو وضعت جزيرة سياسة خاصة للابتعاد عن هذه المبالغ الطائلة صديقي بفضل الله تعالى أنا دائما أحكيها أنه إحنا هدفنا هو تطوير كرة القدم الأردنية وإيدنا بإيد جميع الأندية اللي بتنافس سواء بالمحترفين أو بالدرجات الأخرى نادي الجزيرة حافظ على سياسة السعر الثابت والموحد كان عندنا سقف محدد سقف معين ضمن الميزانية اشتغلنا عليها حتى باستقطاباتنا حتى بترفيع اللاعبين اللي انتهت عقودهم ومع ذلك ما طلعنا عن السقوف لأنه بالنهاية في أندية ثانية عندها سبونسرز عندها دخل الجماهيري عندها أمور كثيرة تقدرنا تدفع مبالغ لكن أنا بالنهاية كمحمد محارم وكنادي الجزيرة احنا كنا منطقيين وواقعيين وحسب المتفق عليه مع الجميع والحمد لله توفقنا لمحبة اللاعبين للعب والتمثيل نادي الجزيرة هذه السنة كانت الأمور سهلة وسلسة تمام سؤال وبكل صراحة افتتحية الموسم ستجمع الفيصل والجزيرة من جديد ما هي التوقعات وما هو المطلوب من لاعبية الجزيرة أول شي اسمح لي أبارك لأخواننا بنادي الفيصل الفوز بلقب الدوري ولقب الكاس وبتمنى لهم التوفيق في البطولة العربية المقامة في مصر عندي نادي الجزيرة سوانا ونادي الفيصل عندي عريقة عندي كبيرة بتضموا محهم نجوم كرة القدم الأردنية بتمنى أنه نقدر نقدم مباراة تليق بسمعة الناديين ونسعد الجماهير المطلوب دائما أنا المطلوب منه أننا دائما نطالب بالفوز وإن شاء الله تكون مباراة جميلة لفتتحية موسم ناري قادم زي ما بحكيها المنافسة فيها على أشدها وفي أندي كثير موجودة وأندي طموحة فليس الجزيرة وحيدا ولا باقي الأندية وحيدة ستكون منافسة شرسة في الموسم القدم هل تم التأكيد على إقامة مباراة أمام الوحدات لاعتزال عامر ذيب أم بعد؟ نحن نتشرف أول شيء أننا نكون طرف من أطراف مباراة اعتزال الكابتن عامر ذيب ونتمنى لكل خير لعب قدم الكثير لكرة القدم الأردنية سواء مع نادي الوحدات أو المنتخب الوطني فأنا على المستوى الشخصي باحترمه باكنله كل الاحترام وكنادي الجزيرة ونادي الوحدات هما دائما أشقاء ودائما مع بعضنا البعض فإن شاء الله أنه إحنا أحد الأطراف إذا وتكون الأمور نقدم مباراة تليق باسم الكابتن عامر ذيب إن شاء الله قبل الختام رسالة إلى جمهير الجزيرة المتعطشة للوقوف على منصة التتويج أول شيء أقول لهم الله يعطيهم العافية وبعرف إحنا السنة الفاتت كنا قريبين من تحقيق الحلم السنة إن شاء الله يقدرنا ونقدر نحقق الحلم اللي بانتظاره جمهير الجزيرة وزي ما بنعرف إحنا جمهير الجزيرة الراقية المحبة ولكرة القدم نوعدهم إن شاء الله السنة هاي أنه غير تكون الفرحة موجودة وإن شاء الله إلا نبارك لبعضنا بإحدى البطولات إن شاء الله إذن السيد محمد يحيى المحارمة رئيس نادي أجزيرة شكرا لوجودك وتواجدك معنا هنا في حلقة عالم الرياضة والحديث المفتوح كان عن نادي أجزيرة والأيام القادمة سنفتح الملف على مصرعي وبشكل أوسع بإذن الله إذن مشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا لمواصلة الحديث بعد هذا الفاصل القصير والعودة مباشرة ابقوا معنا حياكم الله من جديد أهلا ومرحبا بكم من بعد نادي أجزيرة ننتقل الآن الحديث عن قضية ربما أخذت نوعا ما من الجدالية الإعلام الرياضي واتحاده والهيئة العامة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الضياء فبالرغم من الجدل الواسع والمثير من جهة والاعتراف بالتقصير من جهة أخرى دخل اتحاد الإعلام الرياضي إلى الاجتماع التشاوري للهيئة العامة في اجتماع أشبه إلى أن يكون الاتحاد أو لا يكون فبعثت به الروح من جديد وهو في حالة النزاع وبأنفاس قوية عاد هذا الاتحاد للحياة قبل تشيع جثمانه لحسابات شخصية كما وصفها البعض التقرير التالي للزميل محمد جبور من ثم العودة إلى الاستوديو للحديث عن هذا الملف تحت سقف واحد التأمت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للإعلام الرياضي في اجتماع الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتحاد من على حفة الانهيار 71 عضوا من أصل 121 حضروا الاجتماع الذي كان ساخنا وشهدت نقاشاته العديد من المشادات الكلامية الحادة قلنا واحد يا أخوانا قلنا واحد بعيدا عن الضغائن الشخصية أجمع جملاء مهنة المتاعب على ضرورة إنهاء مرحلة الضعف والنظر إلى المستقبل لإعادة الاتحاد إلى مكانته الطبيعية يعني إحنا اليوم أنا بكياء لي وجهنا رسالة ود ومحب لللجنة الأولمبية بأنه اللجنة أو الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي أو الهيئة العام للإعلام الرياضي الأردني يعني اجتمعت ورغم أنه الاجتماع تشاوري لكنها تحملت مسؤوليتها وقدمت ما تريده اللجنة الأولمبية واللي بنعمل يكون مؤثر على النظام الأساسي أو مشروع النظام الأساسي للإتحادات النوعية اللي بده تعملها اللجنة الأولمبية أبرز ما تمخض عنه الاجتماع هو رفع مقترح لمشروع نظام جديد للإتحاد إلى اللجنة الأولمبية لاعتماده بشكل رسمي وتحديد موعد للانتخابات القادمة لو لم يحدث هذا الاجتماع المهم جدا كان مصير الهيئة العامة للإتحاد الإعلام الرياضي كان أصبح في مهب الريح هذا الاجتماع مهم جدا أجواة ديمقراطية نحن نتمنى تعود القوة الإعلامية الجسم الإعلامي القوي يرعب كل الاتحادات ويرعب الأمور السلبية اتحاد الإعلام الرياضي كان قد دخل خلال الأعوام الماضية نفقا مظلما بعد مقاطعة بعض المؤسسات الإعلامية له كصحيفة الرأي ولم تكن العلاقة سليمة بين الاتحاد وبقية الاتحادات الرياضية ومع اللجنة الأولمبية كذلك وفقد الاتحاد الكثير من هيبته وشاب عمله الكثير من الخلل الأمر الذي أثار استياء أعضاء الهيئة العامة حياكم الله مشاهدين الكرام وفي هذا المحور يسعدني أن أرحب بضيف هذه القضية الإعلام الرياضي الزميل العزيز الدكتور ماجد عسيلا من صحيفة الغد الرياضية مساء خير زميل ماجد حياكم الله أبدأ من حيث النهاية الإعلام الرياضي وما هو ما بعد والله أنت أخي يوسف وإشي بشكرك في البداية تقرأت الأردن اليوم على طرح وفتح هذا الموضوع يعني يجب أن يكون الشارع الرياضي على الأقل في صورة وضعه وما آل إليه وضع اتحاد الإعلام الرياضي والإعلام الرياضي الأردني بشكل العام حقيقة الاجتماع الأخير الذي أشرتنا في التقرير هو كان اجتماع محوري ومفصلي لإما أن يكون هناك اتحاد الإعلام الرياضي أو لا يكون خاصة في ظل وجود بعض المناغصات مارستها اللجنة اللومبية مارستها بعض وسائل الإعلام مارستها بعض الإعلاميين بشكل شخصي ولا أعضاء من هذه الإعلام طبعا من شكل شخصي للحيلولة دون وضع نظام للإتحاد الإعلام الرياضي وهو لأول مرة يعني كان هناك تعليمات بسيطة لم ترقى إلى أن تكون على شكل نظام تصدينا أنا وبعض الزملاء بطلب من رئيس الاتحاد وبعض أضاء الهيئة العام ومجلس الإدارة إلى أهمية أن نضع نظام وبفترة قياسية لم تتجاوز عشرة أيام أنجزنا نظام نعتقد أنه سيكون بداية ونقطة انطلاق جديدة لإعلام رياضي واعي منضبط خلال فترة هذا النظام أو مقترح النظام الذي تم اعتماده لم يكن دستورا ولم يكن أيضا يعني مشرعا تم تعديل بعض النقاط فيه خلال هذا الاجتماع لأن البعض يعني برغم المحاولات اليائسة التي حاول البعض من إشعال فتيل كما رأينا في التقرير فتيل الفتنة أو كما سماها البعض أو إثارة الشغب في ألقاء حتى لا يصير الاجتماع حتى لا يعني يلغى هذا الاجتماع ومعنى إلغاء هذا الاجتماع أن يذهب هذا الاتحاد وهيئة العامة في مهب الريح كيف كانت الأجواء ربنا أخي يوسف أنت كنت موجود وتابعت بشكل مفصل لهذا الاجتماع كما تعلم اللجنة الأولمبية الأردنية أفرزت نظام الاتحادات الرياضية أمام هذا الاتحاد ولأول مرة أرادت اللجنة الأولمبية أن تفصل النظام الاتحادات الرياضية عن نظام الاتحادات النوعية فخاطبت الاتحادات النوعية بأهم ما هي الخصوصية التي ترغبونها في أن يتضمنها نظام الاتحادات الرياضية. كان لابد من أن يكون هناك خصوصية للإعلام الرياضي. أخي يوسف. الإعلام الرياضي هيئته العامة. مجلس الإدارة وطريقة التشكيل. تختلف عن اتحاد الطب الرياضي. وتختلف عن اتحاد الرياضي. وقرة القدم. أو قرة السلة. لأنك تتعامل مع صحفيين ومع مؤسسات إعلامية أيضا. وهي رقبية على هذه الاتحادات. 100%. فكان لابد للجنة المنبية أن تطلب من اتحاد الأردن للإعلام الرياضية. ما هي بعض النقاط في تشكيل الاتحاد. في هيكلة الاتحاد. في مهام وأهداف الاتحاد. التي يرغبون الإعلام الرياضية أن يمارسها. وبالتالي وضعنا بحدود 23 مادة. ستضاف إلى المواد الأساسية التي ستم طرحها في نظام الاتحادات الرياضية. النعوي الذي سيصدر عن اللجر. حتى لا يقال بأن نحن نكيل بمكيال أو نصف أو نقف بجانب طرف من الأطراف. هناك كانت هجمات واضحة في الاجتماع. كما شاهدنا في بعض الصور وفي التقرير الذي أنجزه الزميل محمد جبور. وأيضا هناك تقصير من الاتحاد الماضي لسنوات ماضية. لكي نكون على واقعية أكثر. كيف يمكن أن نعالج هذه الأخطاء وهذا التقصير. حتى أن لا نقع في تقصير آخر في المستقبل. أخي يوسف. أنا لن أتنصر من مسؤولياتي. أنا عضو مجلس دارة تسع سنوات. في آخر تسع سنوات عضو مجلس دارة اتحاد أردن الإعلام الرياضي. أول خمس سنوات منها. التي هي الدورة الأولمبية قبل الأخيرة قبل الماضية. كان اتحاد فعلا اتحاد متميز. اتحاد متناغم. على الرغم أنه كان هناك تمثيل كبير جدا لزملائنا في صحيفة الرأي. خمسة أعضاء من أصلاح تاشر أعضو. للأسف الدورة الماضية التي انتهت قبل شهرين أو ثلاثة أشهر. وحل بمنجبها من جلس دارة الاتحاد. دبت هناك خلافات بعد أول عام ونصف من انتهاء دورة لندن. وهي علوانة شخصية. ولأهداف شخصية. واضحة تماما. ونفس هذه الأهداف الشخصية هي التي حاولت أن تفشي الاتحاد يوم السبت الماضي. من خلال عدم إقامة هذا الاجتماع التشاوري. وعدم الخروج بنظام جديد. وبالتالي ذهب إلى المجهول. والمجهول كان أن اللجنة الامبية كانت تتحيز أو تنتظر الفرصة حتى لا يعقد هذا الاجتماع. حتى تقوم بإلغاء الاتحاد وتشكيل لجنة إعلامية بطريقة أو بأخرى. حقيقة هناك بعض الأمور الإيجابية لدكتور ساري حمدان نابس ومو رئيس اللجنة الامبية. أيضا سمعت أن أمين العام اللجنة الامبية ناصر المجالي كان له دور إيجابي. في أن تتفق لهيئة العام للإتحاد الإعلام الرياضي. قالوا بالحال في واحد. اتفقوا ونحن جاهزين لكي نأخذ أي أمور ترغبونها في النظام الجسد. لعودة أموح الجسد. بالضبط. أما في حال عدم الاتفاق فلم يكن لك أي سبيل أمام اللجنة الامبية. إلى أن تقوم بإلغاء الاتحاد أو مهما أي شيء. في ظل وجود أقطاب وتابعنا بدون ذكر أسماء. العديد من الشخصيات كانت تريد. وتم طرح مقترح من إحدى الزملاء. كان يتمنى علينا وخاطب الزملاء الموجودين من كل المحافظات في هذا اليوم الحار. كان بسبب أشعة الشمس. أخرجوا من القاعة ولا نريد هذا الاجتماع. في ظل هذه التجاذبات وعدم وجود اتفاق شخصي ما بين أشخاص من الزملاء إثنان أو ثلاثة. هل كيف لنا أن نمضي قدما ونمضي لأفضل وعودة الاتحاد. كما ذكر الزميل الدولة. عودة الدولة في المقابلة التي ظهرت في التقرير. أخي يوسف. حقيقة هذه الأصوات وإن كانت قليلة جدا. حاولت التأثير على بعض الزملاء فعلا لتهريب النصاب. أو أنه يفشل الاجتماع لإعتقادها بأنه تم تفصيل نظام لا يتناسب معهم. أو تم تفصيل نظام يتناسب مع من وضع هذا النظام. أنا وبعض من الزملائي الذين أجلهم الشكر والتحية على هذا المجهود الذي بذلوه خلال فترة قياسية. حقيقة إفشال هذه الأصوات كان من خلال استعراض بعض النظام. التي أكدت على أنه لا مجال ولا مناصر أمام الحفاظ على كامل أعضاء الهيئة العامة وأددهم 121. كانت هذه الأصوات تروج أن هذا النظام الجديد سيقلس هذه العامة إلى أقل من 60 أو أقل من النصف. وبالتالي لما استعراض النظام تبين هذا الحكي غير سليم. السبيل حتى ما نطيل على هذا المحوال. السبيل كما قال زميلنا عود الدولة أن هناك توجه قوي من جميع المؤسسات الإعلامية. أن يكون الفترة الأولمبية أو الدورة الأولمبية المقبلة والمجلس الجديد مجلس متميز كما كان في السابق. بعد أن يتم لفظ جميع الأصوات النشاز وأصوات التغرد خالص. تمام. اللجنة الأولمبية مرحبة بأي اتفاق نتفق عليه في جسم الإعلام الرياضي. هل تعتقد أن يكون هناك أي عقبات أخرى خلال الفترة القادمة من بعض الزملاء؟ وكيف لنا أن نكون إعلام رياضي رقابي على كل الاتحادات دون استثناء بشكل قوي بعيدا عن هذه المغصصة؟ يعني حسن نوايا اللجنة الأولمبية ستظهر مع وضع نظام الاتحادات الرياضية النوعية. هناك سيتم تشكيل الآن تم دفع النظام المقترح لخصوصية الاتحاد الإعلامي للرياضي لللجنة الأولمبية. تم تسليمه. تم تسليمه. سيتم عقد اجتماع مشترك بين أسرة اتحاد أردن الإعلام الرياضي ومن وضع هذا النظام مع إدارة اللجنة الأولمبية. حتى نتفاوض. وهي مفاوضات على المواد من يبقى من يعدل. وأنا أعتقد أن معظم المواد سيتم اعتمادها. لأنه لا يجد فيها أي أمور شخصية. لا يجد فيها منفعة خاصة. بل ما يكون لها منافع عامة. السبيل لكي يعود اتقاء اتحاد أردن الإعلام الرياضي. تكاتف جميع المؤسسات الإعلامية لحفاظ على عيبت هذا الاتحاد. الذي عمره يتجاوز للأربعين أو خمسة واربعين سنة. سنة. لأن المرحلة المقبلة في ظل تراجع المستويات الفنية الرياضة الأردنية. لا بد أن يبقى اتحاد الإعلام الرياضي يروج للإنجازات وإن كانت بسيطة. لأنه بشهادة الجميع أن الإعلام الأردني أكبر من الرياضة الأردنية وأكبر من إنجازاتها. دكتور ماجد سنبقى أيضا ربما ترافقني أيضا للحديث في المحور الآخر وهو النادي الأرثدوكسي. إذن مشاهدين إلى هنا نأتي إلى ختام ملف الإعلام الرياضي والهيئة العامة في اتحاد الإعلام الرياضي. إذن فاصل قصير ونفتح ملف النادي الأرثدوكسي الذي أعلن عن توقف وتجميد نشطاته الرياضية. حياكم الله مشاهدين وأهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة. التي سنستعرض فيها الآن موضوع النادي الأرثدوكسي ختام كتاب من الزمن الرياضي الجميل. حيث أعلن النادي الأرثدوكسي تجميد مشاركته بالنشطات الرياضية لظروف عديدة. النادي الذي أعلن هذا القرار بمؤتمر صحفي الذي عقده في مقر النادي في منطقة عبدون ببحر الأسبوع الماضي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عام 1952 تأسس الأرثدوكسي. والحديث هنا عن النادي العريق الذي امتلأت خزائنه بالكؤوس. وقدم للرياضة الأردنية خيرة الأبطال والرياضيين في مختلف الألعاب. اليوم تتخذ إدارة النادي قراراً تاريخياً يقضي بتجميد النشاط الرياضي. قرار صعب ولكنه قرار كان يجول بخاطر الهيئات الإدارية والهيئات العامة على مدى يمكن 6-7 سنين الماضية على الأقل إذا مش أكثر. وسببه أنه كنا ماشيين بالرياضة والرياضة ما خديتنا وما فيش لا رؤية ولا مخطط مستقبلي. ولا عم نحس أنه في بناء تراكمي على الأنشطة الرياضية تبعاً. الألعاب التي سيطالها قرار التجميد هي كرة السلة وكرة الطاولة والسباحة والسكواش والتنس بالإضافة إلى كرة القدم النسوية. الأندية التي تقدم ومتقدمة يجب أن يكون لها مع تقديرنا للديمقراطية يعني. يجب أن يكون لها موقع يعني ينقول والله الفريق الأول والثاني يجب أن يكون تلقائياً عضو في الاتحاد. لم ننجح في اتحادين من الاتحادات الرياضية وستبعدنا من الاتحاد. فلذلك كانت هذه النقاط التي أعطت قرار مباشر لموضوع توقف الرياضة في النادي. إدارة الأرثذكسي قالت أن اتصالات عديدة وردتها من قبل اللجنة الأولمبية وبعض الاتحادات الرياضية في محاولة لثنيها عن هذا القرار. لكنها أكدت مضيها قدماً في قرارها والبدء في استراتيجية جديدة تقوم على إنشاء مدارس رياضية لخدمة أبناء النادي. البديل الذي كان لنا في الهيئة الإدارية ونمشي فيه هو تشكيل مدارس لإنتاج اللاعبين. نحن مهمتنا إذا نخدم النادي الأرثذكسي وعائلات النادي الأرثذكسي وأعضاؤه والرياضة في الأردن أن ننتج لاعبين أردنيين بمعنى أنا عندي استعداد أصرف وأدرب أبناء النادي وأبناء الأعضاء وأبناء المؤازرين وطلحهم سباحين. بدليل أنه أنا عم ببني مسبح جديد كلفته فوق المليون ليرة. تجميد الأرثذكسي لنشاطه الرياضي قرار خطير قد يدفع الأندية الأخرى لاتخاذ ذات القرارة. ما لم يتم تدارك الأمور من قبل القائمين على الرياضة في الأردن ووضع استراتيجية وطنية للنهوض بها وتشجيع الأندية على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لا تجميدها كما فعل الأرثذكسي. إذن حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد الأرثذكسي دكتور ماجد سيلا من جديد حياك الله في هذه الحلقة. ولك دايما كل التحية والتقدير الأرثذكسي. ماذا تتوقع في الأيام القادمة؟ الأرثذكسي ربما وضع رئيس النادي ميشيل الصايغ يتحدث عن الأمور المادية من جهة وربما هو المخرج والحقيقة العضوية. النادي الأرثذكسي مهمش من عضويات الاتحادات. أنا لا أخشى أن الأرثذكسي قد علق الجرس لانسحابات مقبلة لأندي أخرى. اليارموك سبق وانسحب من بطولات كرة الطاولة. الأرثذكسي بدأ بالطاولة وأنهى بكل الألعاب الرياضية. ما قام بها الأرثذكسي كما أشار نائب رئيس النادي أنها كانت فكرة تراود إدارة النادي من سنوات طويلة. أرار مبيت. لثلاثة أسباب. الأول غياب الجمهين. هو يقول أنا أنفق على سبيل المثال على كرة السلة على سبيل المثال أربعمائة ألف أو ثلاثبائة ألف دينار أدنى في السنة. الشركات عندما أذهب إلى شركات رائية أقول له إدعمني أو تقدم برعايته. أقول له أين الجمهور؟ هذا حق مشروع طبعا للشركات. أثنين الكرفة العالية التي بنفقها. بنفق من نصف مليون إلى ستمائة ألف على ألعاب الرياضية. أيضا هو بقول لك في عدم تقدير. عدم تقدير من الاتحادات. ووجه أصاب الاتهام أن هناك أندية. يقيل عن عشر عمر النادي الأرثوديكسي. تتآمر عليه مع احترام للعملية الدموقراطية التي أفرزتها نظام الانتخاب بالاتحادات الرياضية. وتبعد الآن الأرثوديكسي صاحب السبعين سنة خارج حلبة الاتهام. إذن المشكلة يبدو بأنها ليست المادية بشكل أكبر. أكثر من أنها عضويات. لماذا؟ لماذا الأرثوديكسي بعيدا ومهمشا بالاتحادات وعضوية الاتحادات؟ هل هو ضعف بشخصيات النادي الأرثوديكسي؟ وهذا الموضوع ربما مغيب عنه رئيس النادي ميشيل الصيغ. أم أن هناك مثل ما يتحدث أيضا سيد أسامة مدنات نائب الرئيس أو رئيس النادي ميشيل الصيغ. بأن هناك كولسات وتحالفات من هذه الأندية والاتحادات على الأرثوديكسي؟ للأسف أخي يوسف هذه من ثمار السلبية للديمقراطية. أشار رئيس النادي أنه دائما الدمقراطية لا تفز الأفضل. أو أنت تحكي لما يصير في انتخابات تتجمع ثلاث أربع أندية منها التي لا يمارس فيها هذا النشاط إلا بشكل موسمي. وتنتخب بعضها وتخرج أرثوديكسي أو رياضي أو أي نادي من الأندية العريقة خارج حسبة الاتحاد. هذه إفرازات انتخابية. الأرثوديكسي يقول أنه لديه وجهة نظر. أنه على الأقل يا أخي خلي البطل والوصيف مثلا مقاعد دائمة في الاتحادات الرياضية. نعم. تمت حسب وجهة نظرهم المؤامرة عليه باتحادة الطاولة. وهو وجهة نظره. والآن يقول هو جمع معها غياب الجماهير والكلفة المالية عالية. وحقوق المشتركين عنده عشر ألاف مشترك بالنادي الأرثوديكسي. يقول لك هو واجب يعني أنه أقدم له خدمات. هذه الخدمات بروح المشتركين على الصلاة الرياضية مليئة بالفرق الرياضية التي تابع الانتخابات. والمشتركين أصلا يدفعوا ويزودوا ميزانية النادي بالنقود. يعني يبقوا خارج عملية الخدمة بشكل عام. نظر الأرثوديكسي الأسرة الأردنية الرياضية ربما وخاصة لجنة الأولمبية المظلة لجميع الأندية والاتحادات الأردنية. يعني لم تتحرك أو لم تصرح أو لم تتحدث بخصوص هذا الموضوع. وهذا موضوع كارثة. نظر الأرثوديكسي أن يغيب عن الساحة الرياضية ليس كرة السلة. فقط نتحدث عن كرة الطاولة. نتحدث عن كرة القدم النسوية. لماذا هذا الغياب؟ أخي يوسف عندما تريد أن تستفسر كمسؤول في دولة تستفسر عن غياب زي غياب نادي أرثوديكسي. يجب أن يكون لديك الحل لقاده أو لمساعدته. للأسف حسب ما وردنا من نادي أرثوديكسي لم يبادر أي أحد من اللجنة الأنبياء بالاستفسار عن هذا السبب. عن هذا الموضوع؟ نقول أن النادي قد لا يكون تابع اللجنة الأنبياء لوزارة الشباب. وزارة الشباب عندما تريد أن تستفسر من النادي سيكون لديك البديل. ونحن نعلم إمكانات المتواضعة لوزارة الشباب البديل إنها تدعم. والأرثوديكسي حقيقة لم يتلقى أي قرش من وزارة الشباب. لأن نادي كان يعتمد على نفسه. نادي من الأندي التي تستطيع أن تقولها هو نادي رائد. وزارة الشباب لا يوجد لدي مخصصات لتدعم الأندي. في حال إعطاء النادي الأرثوديكسي إرضائه أو تجبير الموضوع. هل ربما إذا عادت المناصب من الاتحادات؟ لا لا أعتقد أخي يوسف. لا أعتقد حتى لو أعطيت الأرثوديكسي رئاسة الاتحادات كلها. لأنه موضوع مبيت كما تحدث سيد السلام. الآن هناك ثلاثة اتحادات رياضية نعلن من هذه الطاولة أنها أنهارت. هي اتحاد السكواش والتحاد السباحة والتنس الأرضي. السبب وجود ثلاثة أندية فقط في هذه الاتحادات. ومهارة جوكسي مدينة الحسين ومدينة الحسن. مع زيادة عدد أندية فيها السباحة وأندية غير فاعلة. لذلك سيبقى في اتحاد السباحة والتنس الأرضي ناديين فقط. هل لك أن تخيل وضع اتحاد من هذا الشيء؟ هذه المعضلة وأسميها بالمعضلة لأنها فعلا مشكلة. ربما اتحاد كرس السلة المنتخب الوطني الذي يتحضر لبطولة آسيا في لبنان خلال الشهر القادم. وقع في العديد من المشاكل. هل تعتقد بأن هذه المشاكل تراكمية وكان لها ترابط مع بعضها البعض؟ حقيقة لا نريد أن نلقي بظلال مشكلة السلة على النادي أو النادي على السلة. لكن بدون أدنى شك بطولات اتحاد كرس السلة الموصل المقبل سيصيبها الشلال. التطبيقية خرجها من السباق. مدارس الاتحاد خرجت من السباق. الأرتدوكسي خرجت من السباق. وقبلهم الأهل خرجت من السباق. ما هي ما احترامنا لباقي الأندية؟ ما هي الأندية التي بقيت؟ هي أندية كانت تتلقى الخسائع بين الأرتدوكسي ومن هو في مستوى على الأقل بالضعف. هذا هو مستقبل كرة السلة الموصلية. دعونا نتابع مشاهدينا التقرير خاص عدو الزميل ياسر الشوبكي في دقائق سريعة عن تحضير منتخب النشامة للبطولة القادمة في لبنانا. بعد عملية الشد والجذب بين الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني والاتحاد الأردني لكرة السلة. انفرجت الأزمة المالية بين الطرفين. والتأمت كتيبة المنتخب في التمرين الأول بقيادة المدرب المحلي سام داقلس. استعدادا لنهائيات آسيا والمقامة في لبنان خلال الفترة من الثامن وحتى العشرين من آب المقبل. إضافة إلى تصفيات كأس العالم والتي ستقام في الصين 2019. وأخيراً المنتخب تجمع. طوالنا كثير عامل ما تجمعنا. ولكن دمنا نقول الحمد لله أن العيبة رجعوا على الملعب. رجعوا محل اللي هم مبسوطين هلأ. فهلأ أهم شيء أن نبدأ نحضر حالنا. لعننا شهر لعننا أل من ثلاثين يوم نحضر حالنا لبطولة كبيرة هيك. فإن شاء الله لعن الشباب ما رح يأصروا. وطبعاً جهاز الفني إحنا أدها وأثبتنا بآخر ثلاث بطولات أنه إحنا أد المسؤولية. هلأ لسة المالية مع الاتحاداتنا داماً إحنا مظلومين فيها اللعبة السلة. لعني بدنا دعم شركات يدعمونا. بس إنه هي من ورد سام داغلس لا مش من ورد سام داغلس. تعرف أجاناً اتحاد جديد وطولوا عبر ما ينقومين الرئيس الاتحاد. فهذه كلها طولت من تجميع المنتخب. التمرين الأول للنشام السلة. برز فيه ظهور عدة أسماء تم دعوتها من الجهاز الفني لتحدث إضافة لمنتخب السلة. أمثال جوردان الدسوقي وسام بزيع وأمين أبو حواس من أمريكا. ودعوة سنان عيد محترفنا بالدور التركي. بالإضافة لوجود لعب الخبرة أمثال موسى العوضي وأحمد حمارشة. كانت تجمعنا شوي كان متأخر يعني وخاصاً بطولة لبنان ضايلها شهر. لكن احنا هدفنا الأساسي يعني صراحةً هو تصفيات كأس العالم وتهل لكأس العالم. عندنا ما شاء الله جيل شباب كثير ممتاز مع نبزجوا مع الخبرة. مع مدرب خبرة صراحةً. أعتقد هذه البطولة حتكون هي المحطة الأولى إننا تصفيات كأس العالم وكأس العالم. خصوصاً إنه هلأ احنا ما عندنا وقت صراحةً لها البطولة تحديداً. ستكون هي المحطة الأولى معسكر فيها سيكون قبلها وبعدها سيكون سيداتنا أحسن من هيك. وإن شاء الله يكون لدينا فرصة أهل الكأس العالم إن شاء الله. أحمد الدويري لاعب فنار بخشة بطل أوروبا والذي يعد مطلباً جماهرياً. رفض الالتحاق بتدريبات المنتخب لأسباب تتعلق بإقامته في تركيا في إشارة لعدم مشاركته مع بعثة منتخبنا في لبنان بينما يتغيب زيد عباس للإصابة. ويعتمد للدغلس على محمد شاهر وعلي جمال كلاعبين خبرة في المنتخب الأول. التجمع أجل كثير متأخر. بس الحمد لله أنه تجمعنا قبل فترة. آخر سنتين كنا نتجمع قبل البطولة بشهر. هذا ما بكثل التدريبات. بس الحمد لله أنه تجمعنا. والعدد الذي أنت شاهده كثير كبير. سنتمغن كل ما نقدر نعطيه في الملعب. لا سنقصر. بس محتاجين اللي هو الدعام مادياً ومعنوياً. المعنوياً كثيراً نحن محتاجينه. ما بين الاستحقاق الآسيوي والبطولة العالمية. محطات كبيرة. يجب أن يقف عندها الاتحاد الأردني لكرة السلة. والجهاز الفني لإعادة الألق إلى السلة الأردنية. والتي تعاني من أزمة حقيقية ما بين أركانها. خاصة مع انعدام ثقة الشارع الرياضي الأردني. حياكم الله مشاهدين الكرام. إذن العودة إلى الزميل وضيفي العزيز دكتور ماجد سلم. دكتور نتحدث يبدو بأن منتخب السلة أيضاً لم يجتمع ولم يتدرب. وللأسف بقيادة مدرب وطني ولاعب ابن اللعبة. إلا بدفع المستحقات أزمة مالية وأزمة مالية في الأرددوكسي. لماذا لا يكون هناك لجنة أو مكتب أو نطلق عليها ما نشاء لإدارة الأزمة الرياضية؟ أشكرك وأنت يا أخي يوسف أفكارك خلاقة. حقيقة من فترة كنا بجلسة رياضية وتمت التطرق إلى أهمية وجود صندوق الأزمات الرياضية في الأردن. لا يعقل أن يكون دخل اللجنة اللوبية 15 مليون ولا يتم اقتطاع 5% أو 3% من موازنة كل عام لأزمات. إصالة رياضية تنهار. عندك لاعب زي أبو غوش الآن. هل تعلم أنه اللاعب أبو غوش ينفق عليه من الاتحاد أينما أنه؟ لكن الجزء الأكبر بأحدى الشركات الاتصالات الخاصة بأم المئة. لو كان موجود هذا صندوق الأزمات. الآن الفيصلي سيتجه إلى القاهرة وصندوقه الآن يحاني. لو موجود صندوق هذا الأزمات كان ممكنك تدعم الفيصلي. تدعم الوحدات. دعونا نتحدث سوى المدرب سام ديغلاس بفعادة وأقام التمرين. سام ديغلاس لم يلومه. قال هذه مسؤولية وطنية. لكن نحن نتحدث عن بيزنس. هذا مدرب محترف. لديه مستحقات قيمتها 56 ألف دينار من الاتحاد كرة السلة. لم يدخل لأداء أول جرعة تدريبية بعد أن تأجلت وجبتين تدريبتين. إلا بعد أن تم دفع 39 ألف دينار من مخصصات الاتحاد من اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمية تدخلت في الوقت المناسب وأوقفت استنزاف الوقت للسادات لبطولة كأس آسيا في لبنان. سام ديغلاس أيضا سيتم دفع له في آخر الشهر كمان دفعة وبعد بطولة كأس آسيا دفعة أخيرة. هذه أزمة. الاتحاد كنت تستطيع أن هناك أزمة في ظل أنه صندوق كارخاوي. نتحدث بعيدا عن الأزمات والمشاكل المنتخب. سنفتح هذا الملف أيضا بشكل أوسع خلال الأسبوع القادمة. المنتخب الوطني لكرة السلة سيشارك فيها بطولة آسيا في لبنان. كيف تتوقع أو هناك مفاجآت؟ ربما أخبار تتحدث عن غياب بعض وعدد كبير من النجوم لمنتخب السلة لأسباب. سنطرحها ونوضحها خلال الأيام القادمة إن تأكد غياب بعض اللاعبين. شوف أخي يوسف هناك ثلاث لقاءات أمام سوريا والهند والإيران لمنتخبنا الوطني في آسيا. هو 16 فريق سيتأهل منهم 14 فريق. فالتالي فرصة منتخبنا للتآهل لتصفيات كأس العالم هي كبيرة جدا. وما سيأتي فيه تصفيات كأس العالم هو المهم. عندما تتأهل 14 فريق فريقين يضاف إليهم من الانتحاد الآسيوي. 16 فريق قسم الأربع مجموعات. ويتأهل من 16 أيضا 12 وفرصة منتخبنا كبيرة. لكن للأسف هناك زيد عباس لن يلعب مع المنتخب في لبنان. بسبب أنه يصيب مع الأهل السعودي في نهاية الدولة السعودي. أحمد الدواري غادر بعد أن كان موجود في عمان. لأنه إذا لعب مع المنتخب الوطني فإنه سيفقد صفته كلاعب محلي في الدولة التركية. وهذا طبعا لو شو ما دفعت لأحمد الدواري لن يفقد خلفي. لكن كما سبعت أن الاتحاد كل تسلب في تصفيات كأس العالم. سيجبر الدواري حسب النظام الجديد لن يلعب معه. دار تكر هناك تراي اوت إختبارات في أحد الأندي الأمريكية. وهو لاعب مؤثر مهم جدا. وإذا تم تعاقد معه في هذا النادي الأمريكي لن يلعب مع المنتخب. وعبدالله الصوالح ونصاب. وبالتالي سنة ابناني 14 لاعب. وتم استدعاء أيضا محمد من أفضل. شكرا دكتور ماجد أليح سيلي. إذن مشاهدين الكرام قبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين لهذه الحلقة. الجزيرة يقدم نجومه للموسم القادم ويعلن التحدي. الإعلام الرياضي قبل النهاية نظرت متفائلين وحسابات شخصية تثير الجدل. النادي الأرثوذكسي ختام كتاب من الزمن الرياضي الجميل. ونشام منتخب السلة عيون على آسيا مع انتهاء الخلاف المادي مع الاتحاد. إذن مشاهدين إلى هنا نأتي إلى الختام. يصعدني أن أشكر الدكتور ماجد أسيلا. شكرا دكتور على وجودك معنا في هذه الحلقة. حياكم الله. وأيضا مشاهدين تقبلوا تحيات محددكم. يوسف البستنجي. وكل الشكر للزملاء القائمين على هذه الحلقة. محمد جمور وياسر الشوبكي. وكل الشكر لمخرج اللقاء. منذر جردات وللزملاء في غالري الحلقة. دمتم بمحبة الله وأمنه وحفظه. إلى لقاء. اشتركوا في القناة